أخذ من كلامكم معنا تقرير بيلخص كل يمكن الحوار اللي دار عشر دقائق ده موسيماني وشكل النادي الأهلي الجديد مع موسيماني من خلال التقرير مع حضراتكم ونرجع نكمل مع نجومنا موسيقى ظهر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في ثوب جديد تماما مختلف ومبيز منذ تولي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريب الفريق خلفا للسويسري ريني فايلر وسريعا ما ظهر البصمات المدرب المخضرم الخبير في الكرة الإفريقية مع نادي القرن مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من التغييرات المبشرة لعشاق القلعة الحمراء خاض الأهلي مبارتين فقط حتى الآن تحت قيادة موسيماني أمام المقاولون العرب وإمبي وهما فريقان مميزان في بطولة الدوري ونتائجهما جيدة جدا في الفترة الأخيرة لكن موسيماني نجح في عبور التجربة الأولى أمام ذئاب الجبل بعد 48 ساعة فقط من وصوله إلى مصر بالفوز بهدف للا شيء موسيقى كما تألق الفريق في المواجهة الثانية أمام الفريق البترولي المدجج بالنجوم وانتصر بثلاثية نظيفة مع أداء رائع وأسلوب لعب جديد ومختلف نال استحسان وإعجاب الجماهير وإشادة النقاد والمحللين في مختلف البرامج الرياضية موسيماني أظهر خلال المبارتين أنه يحفظ الأهلي عن ظهر قلب ويعرف إمكانيات كل لاعب جيداً وهو ما ظهر في توظيفه لنجوم الفريق والمهام الفنية داخل الملعب وكذلك في الثقة الكبيرة التي ظهر عليها اللاعبون خلال المبارتين خاصة المهاجم المتميز مروان محسن الذي واجه سيلاً من الانتقادات في الفترة الماضية لكنه رد كعادة أبناء الأهلي بشكل عملي من خلال تسجيل هدفين في شباك فريق أمبي كما شكل ضغطاً كبيراً على دفاعات المنافس مما منح القادمين من الخلف الفرصة للانتشار في الملعب بشكل جيد وفرض أسلوب لعب الفريق وتحقيق المراد من المباراة كما أثبتت المبارتين اللتاني خاضهما الأهلي تحت قيادة موسيماني أن هناك الكثير من التغييرات التي طرأت على أداء الفريق وشكل اللاعبين وطريقة اللعب وظهرت بصمات مدربي سانداونز السابق بشكل واضح فقد قام موسيماني بإعداد اللاعبين بشكل جيد واستفاد من كل لاعب في المركز المناسب له وفقاً لما ظهر عليه في التدريبات القليلة التي قاد خلالها الفريق فضلاً عن جرأة المدرب الجنوب إفريقي في الدفع بالنشئين وضم عدد كبير منهم لقائمة مباراة أمبي بالإضافة إلى الاعتماد على الصاعد الواعد العربي بدر في مركز الظهير الأيمن من أجل الاستعانة بخدمات محمد هاني في قلب الدفاع الذي يعاني الأهلي من نقص كبير في عناصره للإصابة وبعيداً عن هذه الجرأة اعتمد موسيماني على المخضرم أحمد فتحي في مبارتي المقاولون العرب وأمبي في مركز الظهير الأيسر الذي لم يشارك به اللاعب كثيراً وقدم أحمد فتحي أداء لافتاً وأثبت من جديد بالفعل أنه جوكر الفريق وعنصر من العناصر التكتيكية المتميزة دائماً في ظل طريقة اللعب الجديدة وضح منذ اللحظات الأولى لمباراة المقاولون العرب أن هناك تعليمات من موسيماني بالتسديد من خارج منطقة الجزاء والاستحواذ على الكرة من خلال طريقة الكرة الشاملة بتمرير الكرة كثيراً بين اللاعبين ولكن بشكل مؤثر بعيداً عن الاستحواذ السلبي وأن يكون الفريق كله وحدة واحدة دفاعاً وهجوماً كثير من التغييرات وظهور جديد مختلف بشكل أفضل نال استحسان الجماهير ومؤشرات تنبئ بأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني قد بدأ عهداً جديداً بالفعل في مسيرة القلعة الحمراء